سجل استهلاك الكهرباء في الجزائر الأحد ذروة تاريخية بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وأعلنت مجموعة سونالغاز الجزائرية تسجيل رقم قياسي ناهز 17 ألف ميجاوات على ساعة الثالثة زوالا من يوم الأحد الماضي وفي تصريح صحفي أفدى الناتق الرسمي للمجموعة الجزائرية خليل هدنا أن مصالح الشركة تمكنت من تسيير مرحلة الذروة بصفة عادية دون تسجيل أي تذبذب في تزويد المواطنين بالكهرباء مع ضمان برنامج التصدير نحو تونس المقدر بأكثر من 500 ميجاوات